يمكن الفترة اللي فاتت كانت أجازة بس كانت في زخم في الأحداث وشاهدنا أكثر من حدث سنتكلم فيهم النهاردة طبعا لازم نقف عندهم ونحللهم ونعرف من حضرتك وجهة نظرك وتحليلك لبعض الأمور هنتكلم النهاردة عن ملف صفقة القرن كمان القمم الثلاثة اللي كانت في المملكة العربية السعودية طبعا ده بالإضافة للتدخلات الإيرانية في المنطقة وأخيرا حادث العريش بس خليني أبدأ من صفقة القرن حسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أو وصفها بأنها فاشلة ولا يمكن أن تتحقق هل التصريحات دي بتعبر عن نفسه ولا بيعبر عن رأي الإدارة الأمريكية سؤل رئيس الأمريكي ترامب إيه رأيك في تصريحات وزير الخارجية قال لأن لا هي الأسباب التي تبرغ ذلك ووضح وكلنا عارفين أن هذه الصفقة كانت فاشلة منذ البداية لأنها أيبة أساسا على تصور فاشل أنك إنت لو أعطيت الفلسطينيين بعض حقوقهم الاقتصادية فسوف ينسون حقوقهم الأساسية حقوقهم السياسية ويصبح موضوع تقرير المصير موضوع سانوي لا يسألوا فيه ولا يهتموا فيه وده عكس تاريخ الفلسطينيين بأكمله الفلسطينيين شعب واعي بكافح من أجل قضيته على مجتويات عديدة لم يتخلى يوما ما عن هذه القضية يعاني من انقسام مغير ما بين حماس وفتح وهذا الانقسام هو الذي يقصر ظهر الشعب الفلسطيني وللأسف الانقسام قائم ومجتمع لأن حماس لها مصطحة في ذلك ولكن ما نقدرش على وجه الإطلاق نقول أنه حد كان منتظر أمل في صفقة القضاء محمود عباس رفض العديد في سالة رفض أن يشارك فيها كافة الفلسطينيين رفضوا هذه الصفقة والصفقة في الأصل كانت صفقة غامضة وغير واضحة وقعدوا وتكلموا فيها ما يقرب من عام كلها كلام غامض